السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير كان نرجع معكم وكان نجيب لكم كان نهدي لكم هاد الورود أنا عاشقة الورود أنا من عشق الورود والظهور وكل طبيعة بكل ألوانها وبكل نباتاتها وأشجارها كان نعشق طبيعة بزاف كان نهدي لكم هاد الورود من كل قلبي وسنشكركم بزاف بزاف على الوفاء ديلكم كان نشكر قاعد الناس اللي كيسولوا فيا اللي كيسفتوا ليالي ميساج اللي كيعيطوا ليالي اللي كيخليوا ليالي كومنتر تيقولوا ليالي فين غبرتي شكرا لكم بزاف 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 هنا يا صراحة مشاغل الحياة ولكن الحمد لله أنا تنرجع معكم تنرجع بالجديد الحمد لله كما قلت لكم أنا من عشق الطبيعة وتحقق تحقق واحد من الأحلام ديالي الحمد لله أنتم ممكن ما كتشوفوا يعني ما أجمل صراحة الطبيعة ما أجمل أن تعتني بالطبيعة الأشجار مي عندي لها لا تحسى ولا تعد ما شاء الله شوفوا ما شاء الله هادو من الورتو ديالي التماطم البدنجان القرعة البصل ما شاء الله حاولت نجرب كل حاجة وصراحة الفلاحة زوينة بزاف يعني خصوصاً كتفرح مني كتشوف دوك الفواكه سبحان الله يعني أو الخضر يعني الفاكهة دي العمل ديالك يعني كما قلوه من جدة وجدة ومن زرعة حصدة يعني مني كتدير واحد الحاجة واحد الفرحة لا تقدر بسمن صراحة في حاجة وخان نعود لكم يعني الناس اللي مجربين والناس اللي عندهم ديجا هادة التجربة هم اللي غادي يحسوا بيها لأنك تكون سعادة ديالك خارقة للعادة خصوصاً أنه حاجة طبيعية يعني ما مدرتي فيها لا أدوية لا أسبيدة لا تشيحاجة يعني سبحان الله خيرة الأرض ما شاء الله تبارك الرحمن هذا كان واحد من الأحلام ديالي صراحة كنت كانت تتمنى أنني يعني ندير الخضار بالدياب يعني الراسي يعني ونتصنها ونسقيها نعتني بها حتى سعطيني الفواكه والخضار والحمد لله هذا واحد من أحلام ديالي تحقق الحمد لله وصار حاسة 2024 سنة تحقيق الأحلام ومهم هناك الحياة فيها مد جذر فيها أشياء جميلة وفيها أشياء ماشي جميلة ولكن الحمد لله شوفوا ما شاء الله جربت الدلاح جربت أول بطيخ الأحمر كما يسميه البعض يعني مع العلم أن يعني كنت في واحد المدلة اللي كنت اللي كنا مسافرين يعني ما كانش ممكن الاعتناء به باش كتحيد لذكر الله هذا الربيح أو لا الأعشاب كيفش الأعشاب السمة كما كيسميوها ومع ذلك الحمد لله شكر لله شوفوا معين نانا ما شاء الله تبارك الرحمن زعمها صراحة هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الأرض كلها 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 خيرات ما شاء الله تبارك الرحمن يعني لا أعطيها تعطيك ما أعطيكش ما أعطيكش دار ورخس كتعطي تاني وتحيد دوك الأعشاب السمة وتسقي باش كتكون ديك الغلة زوينة وكتعطيك يعني الغلة زوينة زعمة وصحية من شاء الله تبارك الرحمن حاجة بيو ففيها شدوا شوفهم أي النقناع هذا النقناع فليو دير بحل سبحان الله العادي بحل فليو وحتى هو نقناع هذا الفلفل صراحة كتفرح بزاف كنت صراحة كنت كان بغين ندير غير هكا في الضرف في البالكون ما كان ما كان قدرش بالحق لازم تكون شوية دي الأرض فيني في اللح بنادم باش يقدر يحصل على منتج بحل كوخة تكون كيف ما كانت خمسمائة متر مهم واحد شوية دي الأرض فيني يزرع بنادم ويتل في الوقت دياله واحدة من الهواية صراحة اللي زوينا بزاف اللي كتعرف حق الأرض وكتعرف الفوائد ديال 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 الأرض والفوائد ديال واحد الحاجة اللي كتسقيها وكتعطيك التمار يعني ما شي غير اللي كتشوف الحياة كلها ما شي غير في التمار مثلا بحلقاء أو الخضر أو الفواكه إنما كتشوف بزاف ديال أشياء كمالوليدات كذلك وليدتنا لازم لازم نربيوهم لازم نزرعو فيهم التربية الحسنة الأصوص المبادئ لازم يعني لازم جدا أننا نهتم بهم ونعطوهم واحد العناية الفائقة من جميع النواحي يعني ما خاص ينقصهم لا عطف لا حنان لا تربية لا ما خاص يكون نقصان من حتى شي نحية باش يالله ملي كبروا إن شاء الله بإذن الله يكونوا أشجار متمرة حتى هما وفيما تحطوا فيما تغرسوا إعطوا تمار حسنة وطيبة يعني اللي شافهم يقول اللي رحم اللي رباكم كما كما حتحنا ربونا والدنا كما حتحنا صهروا لنا والدنا الله يسمحنا منهم يا سيد ربيا كريم والله يخليهم لنا ويحفظهم لنا اللي متوفين له والديه الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكرهم فسيحة جناته اللي مرادين له الله يشافيهم يا سيد ربيا كريم واللي في صحة الضيخ اللي لهم الصحة والعافية يا سيد ربي كريم ويا سيد ربي نكونوا من خير وخلاف لخير يا سيد ربي هاد شي اللي كانت منه هادو الجيجات ديالي كان شاركهم معكم نحسهوما صراحة هوما يعني مني كتكبرهم وكتعطيهم وكتعطاني بيهم كتنقش يعطوك البيض مني كيبدو يبيضو ما غاديش تنسى ليا ديك البيضة الاولى اللي كتاخدها واحد الفرحة عارمة وخدني كنا صغر صراحة يعني شفنا هاد شي مني كنا صغر ولكن ما عقلناش بزاف يعني العيش كان بزاف في المدينة بالتالي البادية فقط للعطلة وما كناش كان عيشوا هاد اللحظات هادي يعني صراحة يعني أنا شخصيا كان توحش هاد هاد العيشة ديال في الطبيعة يعني العيشة اللي كتكون عندك له كونتاكت بزاف مع الطبيعة يكون عندك الاتصال بالطبيعة أنا كنشتق لها صراحة والحمد لله حققتها الحلم ديالي الحمد لله شكر لله وأول حاجة يعني هي هادي صراحة فرحت بزاف يعني ما تخيلوش معايا يعني الخيرات اللي كانت عطيك شوفه ما شاء الله البيض ما شاء الله تبارك الرحمن المهم كل شي كل شي زوين سواء يعني ديك العناية ديالك داك الجهد ديالك ما كيمشيش غير هاك كتشوف النتيجة دياله وخاكت أدي وحد العمل مثلا وكتخلص عليه ما كتكونش وحد وحد الفرحة آه ديك الخلصة الليولة تتهي مني كتخدم لي أول مرة ديك الخلصة الليولة كتفرح بها بزاف ولا يمني ماشي بحال أنك تزرع وحد شجرة أو لا وحد واحد النبتة أو لا أي حاجة أو مجرد وردة اللي زرعتيها ونورات ليك راه كتعطيك وحد السعادة وحد الفرحة عارمة أي حاجة اعتميتي بيها وإعطات اتمر ديالها فرحاتك فإلا وحسن فغيمونز عمى واحد الفرحة اللي لا تقدر بيسنين صراحة الله يعني اللي بيدو أو للي قادر يحقق هاد الشي هذا ما يبقلش على راسه لأنه بزاف صراحة الطبيعة كتعلمنا الصبر كتعلمنا الكفاح كتعلمنا حب الحياة كتعلمنا ذاك الانتظار اللي ربما كان حسو به ممل ولكن لا ذاك الانتظار اللي كتكون عندك الكونتاكت مع الطبيعة هاداك الانتظار ما كتبقاش تحس به علاش لأنه دايما كين واحدة ما كيبقاش ذاك الروتين اليومي حيساش كل نهار كتدير واحد الحاجة مخالفة لليوم الآخر يعني اليوم هي تربيع مرة غادي تسقي مرة غادي تدير هادي مرة وإذا بيت تمار مرة هادي شجرة متميرة مرة شجرة وحدة أخرى شوفوا معايا هاد الشجرة دايرا كتشبه لشجرة ديال أرقان ولكن الفاكهة ديالها سبحان الله ديالها بحال تفاح حسنا من الدخل ديالها ديالها بحال تفاح ولكن هي قد زيتون سبحان الله هنا كيسموها أسوفايفة أسوفايفة وعندها بزاف ديالسميات هي كينا بزاف في أسيا في كنظن كينا في الصين وكينا في أمريكا اللاتينية هذول كيعرفوها بزاف كي يديروا من هالعصير من بعد كتنشف كتولي بحال بحال شتي هنا يديرها بحال شكل ديال أرقان سبحان الله العادم وفي هالشوكة البنس هاد الشجرة في هالشوك سبحان الله العادم في هالشوك يعني أنا معمولني شفت هاد الشجرة يعني سبحان الله الفاكهة ديلها طيبة وقلك هاد الشجرة فيها هاد الفاكهة غانية بالكولاجين سبحان الله العادم الكولاجين الطبيعي غانية كذلك بلا فيتامين سي كتفوت الكيوي بني أنك نعرفوا بأن الكيوي وهذا البرتقال الديمون أو البرتقال كل واحد كيفش كيسميوه يعني كيكونوا غانيين بلا فيتامين سي هاد الشجرة راه أغنى فيها الفيتامين سي كتر من الكيوي سبحان الله العادم وصار حسن بني كتاكلها ما فيهاش واحد الماضاق يعني بحلا كتاكل شي حاجة ما فيهاش الماضاق وليني سبحان الله العادم زوينة بززاف يعني صحيا كتلاحظ بأن سبحان الله العادم فيها واحد بني كتاكلها كتحس بواحد النشاط بواحد الحيوية وحتى الأوراق ديالها كي ديروا فيهم أتاي هنا يا كي ديروا فيها العصير وحتى هادك فيها واحد النوات النوات تقريبا دير بحل ديل الزيتون هاديك النوات حتى هيرها كيتحنوها وكي ديروا فيها كي ديروا فيها الشي بحل شكل ديال تيخو عليها المصخون بحل هكا وتيشربوها سبحان الله تبارك الرحمن معمولني شتا أنا أول مرة وكيما قلت لكم ملي كتنشف ملي كتنشف كتولي بحل تمر كتقدرت تكل بحل هكا وكين اللي كي طحنوها كي يتحنوها وكي يستعملوها على شكل شي عبارة عن مهدئ المهم عندها بزاف ديال استعمالها بغيت تستعملها كمنشط يعني باش كتعطيك الحيوية والنشط في النهار بغيت تستعملها كمهدئ يعني باش كتقدرت نعس بالليل الناس اللي كي يجيهم الارهاق او لا وما كيقدروش نعسو بسهولة سبحان الله مهم صراحة اول مرة انا كان شوفها ما عرفت شنو اسميتها باللغة العربية اللي عرف يخلي اسمي اللي عرفها يعرف يخلي لي اسميتها في كومنتر وكان نختم لكم بالنعناع النعناع تبارك الله ما شاء الله زوينته هو صراحة انا كي يجمي النعناع غير مع الماء مع الماء سخون بحلقة الحمد لله حاولت نحيد السكر الحمد لله حيتو هادي لويزة ما عرفت شنو كي يسميوها باللغات الاخرين المهم احنا في المغرب كنسميوها لويزة زوينا بزاف تهية والمهم كنشكلكم بزاف على المشاهدات ديالكم اللي بقى معي حتى الاخر كنخلي لكم عوتاني الورود كنختم بالورود يعيش لك الورود كنشكلكم بزاف على المشاهدات واللي عجباتوا لفيديو ديالي ما تبخلوش عليها بجيم ما تبخلوش عليها بسوستكرايب اللي ما مسجلش معايا يتسجل في القناة كان واحد الجرس لتحت كليك وليه بشيصلكم كل جديد شكرا لكم على المشاهدة ودمتم برعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة